أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 23 حالة وفاة بعد إصابتهم بمرض الكوليرا. فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية أن 20 حالة من هذه الوفيات سجلت في مدينة حلب وحدها. هذا وقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 258 حالة إصابة. وأفادت مصادر محلية بأن مستشفى منطقة الكسر بريف دير الزور الغربي. الخاضع لسيطرة ما تعرف بقوات سوريا ديمقراطية استقبل مئتي مصابة. وقالت مصادر في المعارضة السورية أن مناطق سيطرتها لم تشهد أي وفاة بالوباء إلى الآن. من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية أن أولوياتها الآن تتمثل في وقف تفشي وباء الكوليرا في سوريا. محذرة من أنه يجب الاستعداد لما هو أسوأ. أولويتنا هي إيقاف تفشي هذا المرض. وهناك فريق عمل للرد السريع بالمتابعة والتشخيص والتوعية حول سبل الحماية. ولكن هناك توزيع أيضا للمعاقمات على العموم في سوريا. ينم إلينا عبر الأقمان الاصطناعية من الحدود التركية السورية. علاء الدين اليوسف مراسل الجزيرة. مباشر علاء مرحبا بك إذن. 23 حالة وفاة من وباء الكوليرا. معظمها في مدينة حلب. ما هي التفاصيل المتوفرة حتى لحظة بشأن هذا التطور الخطير؟ حقيقة 23 حالة وفاة في مناطق سيطرة النظام السوري. 20 منها فعلا في حلب. بالإضافة إلى 11 حالة وفاة في مناطق شمال شرق سوريا. أي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. بالإضافة إلى 99 حالة مثبتة في مناطق قسد. أي قوات سوريا الديمقراطية. هي مناطق شمال شرق سوريا. بالإضافة إلى حالتين فقط في مناطق سيطرة قوات المعارضة. حالة في مدينة جرابلوس. وحالة تم تسجيلها يوم أمس في مدينة رأس العين. أي بأن مجموع الحالات أو أغلب الحالات هي في مناطق قوات النظام السوري. والعدد الأكبر هو في مدينة حلب. طبعا المنظمات والمستشفيات في مناطق سيطرة المعارضة دقت ناقوس الخطر. هناك مخاوف حقيقية من انتشار لهذا المرض في هذه المناطق. وخصوصا بأن الكل يعلم بأن التجهيزات الطبية غير كافية. وهذا ما عانته هذه المنطقة من خلال كوفيد-19. فبالتالي هناك مخاوف حقيقية من تفشي المرض من وصوله إلى هذه المنطقة. وانتشاره بشكل سريع. نعم شكرا جزيلا مرسلنا على الدين اليوسف مرسل الجزيرة. وبشر كنت معنا عبر الحدود التركية السورية. عبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا عبر الإنسانات من القاهرة. دكتور أحمد بن سالم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط. دكتور أحمد مرحبا بك. ما هي التفاصيل والاستعدادات حتى اللحظة بشأن انتشار وباء الكوليرا. 250 حالة حتى اللحظة تم الإعلان عنها. منهم 23 وفيات حتى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الاستضافة. ومساء الخير عليكم جميعا. هو طبعا كما تفضلتم في التقرير وكما تفضل المتحدث. تم تأكيد إصابة 253 حالة بوباء الكوليرا. موزعة على 6 محافظات من أصل 14 محافظة في سوريا. وتم تسجيل 23 حالة وفاة مرتبطة بهذه الإصابات. طبعا كما تعلمون يعني ربط الإصابة بوباء الكوليرا هو يكون ارتباط وثيق بتوفر مياه الشرب الغير معالجة أو الغير نظيفة. وكذلك استهلاك أغذية ملوثة بسبب الري بمياه غير آمنة. طبعا نحن كمنظمة الصحة العالمية قمنا بالكثير من العمال خلال الأسابيع الماضية منذ اليوم الأول عن الشك في ورود هذه الحالات. أنا كنت في زيارة إلى سوريا للمدينة ثالثة أيام وراجع اليوم من سوريا بعد لقاءات عديدة مع المختصين في مختلف القطاعات. زيارة إلى عدد من المناطق ومن ضمنها طبعا مدينة أو محافظة درعة. والتقيت من خلالها بعدد من المرضى والمصابين في المستشفىات والمستشفى الصحية والعملين الصحيين. المنظمة تعمل مع الشركة ووزارة الصحة لإحتواء تفشي هذا المرض ومنع انتشاره. سواء داخل سوريا أو خارج حدود سوريا. ونواصل دعم تنفيذ خطط الاستعداد كما يطلق عليها والاستجابة للطوارئ. مع التركيز على أولويات رئيسية يعني يمكن أن أذكرها هنا وهي تعزيز المراقبة لتحديد وتشخيص وعلاق الحالات المصابة. وتتبع المخالطين لهذه الحالات وتقديم العناية اللازمة لهم وتعزيز الكدرات الوطنية من أجل التعرف على المصابين وتقديم العلاقة اللازمة لهم حسب الأولويات وحسب المواصفات الطبية العالمية المعروفة. وكذلك ضمان تنفيذ التدابير الصحية من خلال استراتيجيات الاتصال المباشر مع المواطنين والأفراد والمجتمع. بشأن المخاطر حول هذا المرض كيفية التفاديه كيفية التعامل معه وعن طريق استخدام المياه الآمنة والصحية. طبعاً إضافة إلى ذلك إذا سمحت لي أود أن أضيف أنه ولله الحمد يعني تمكننا منذ ثلاثة أيام توريد شحنة بحمولة ثلاثين طن من الاحتياجات الأساسية للتعامل مع هذا المرض سواء من حيث التشخيص أو العلاق أو الوقاية. واليوم ولله الحمد وصلت الشحنة الثانية من منظمة الصحة العالمية تحمل كذلك ثلاثين طن من المستجزمات الأساسية للتعامل مع هذا المرض. كمنا كذلك بتعزيز قدرات مختلف الفرق الاستجابة السريعة سواء في العاصمة دمشق أو في المحافظات جميعاً بمعدل ما يقارب من مئة فريق متخصص في هذا المجال. دكتور أحمد في ظل هذه الجهود الحثثة لإحتواء هذا الوباء وضمان عدم انتشاره إلى رقعة أوسع مما حدث. السؤال الآن هل هذه الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة أو حتى الإجراءات التي محلياً اتخذتها وزارة الصحة في سوريا كافية حتى اللحظة؟ أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم. ومن أين تتوقعون أن يأتي هذا الدعم؟ أكيد بلا شك. كما هو معروف قاعدة أساسية. نحن والعاملين في النظم الصحية. الفيروسات والأوبية لا تعرف الحدود. والدليل سابقاً كان هو كوفيد 19. ولذلك كما تفضلت. قمنا ببدل هذه الجهود. ولكن علينا بدل المزيد. وكذلك أود أن أشير إلى قاعدة أساسية. هو أن وزارة الصحة والسلطات الصحية ليسوا الوحيدين يجب أن يتعاملوا مع هذا المرض. جميع القطاعات الحكومية والخاصة. وكذلك جميع الشركاء الصحيين داخل سوريا وخارج سوريا. وهنا ناشد المجتمع الدولي. حتى نتمكن فعلاً من احتواء هذا المرض والقضاء عليه وضمان عدم خروقه عن السيطرة. سواء داخل سوريا أو خارج حدود سوريا إلى دول أخرى في الأقليم أو حتى خارج الأقليم. كيف تنظر إلى مستوى الجهوزية الحالية داخل سوريا بعدما عانته من سنوات طوال إلى التعامل مع مثل هذا الوباء أو التعامل مع مثل هذا المرض. والقيام بتلك الإجراءات المطلوبة التي تحدثت عنها لضمان عدم اتساع رقعات الانتشار. فعلاً سؤال مهم أختي العزيزة. طبعاً تقييمنا للوضع الصحي في سوريا هو أنه يستمر للأسف الوضع الإنساني يستمر في التجهوة. فهناك ما يقارب من حوالي 12 و2 من 10 مليون شخص يحتاجون إلى خدمات صحية منقذة للحياة كما يطلق عليها. ويشمل طبعاً هؤلاء الأفراد الذين يعانون من أمراض مختلف الأمراض. وكذلك الأفراد الذين لا يستطيعون الوصول للخدمة الصحية. وهذا شيء أساسي في تعاملنا مع مرض وباء الكوليرا. وإضافة إلى ذلك أود أن أضيف بلغة الأرقام أن حوالي 55% من المؤسسات الصحية في سوريا قراء الحرب خلال 12 سنة الماضية لا تعمل أبداً. سواء مراكز صحية أولية أو مستشفيات. إضافة إلى ذلك حوالي أكثر من أو ما يقارب من 30% من مستشفيات الصحة العامة لا تملك طاقة كهربائية مستمرة. ولذلك يعتمدون على مولدات كهربائية غير دائمة. ويحصل إنقطاع مستمر. يعني هناك أطفال خداج ومرضى في عمليات. فالوضع أو مقدرة النظام الصحي لديه الكثير من التحديات. ولذلك أكرر رسالتي كما تفضلت مناشرة للمجتمع الدولي. بتقديم ما هو يعني يجب أن يقدم للتعامل مع هذه الجائحة أو هذا المرض أو هذا الوباء حتى نقضي عليه جميعاً إن شاء الله. شكراً جزيلاً دكتور أحمد بن سالم المدير القليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط. كنت معنا عبر الإنترنت من القاهرة لك جزيلاً شكراً.